منذ ألاف السنين والعراق يعرف بواد الرافدين أو أرض السواد لوفرة المزارع التي كانت تغطي مساحات شاسعة من أراضيها وإلى وقت قريب في ثمانينيات القرن الماضي كانت الكمية المستوردة من المحاصيل الزراعية لا تتجاوز الستة بالمئة من إجمالي الطلب الداخلي إلا أن اعتماد الحكومات على العوائد النفطية بالمقام الأول وإهمال الأصلاح الزراعي وعدم استغلال الأراضي لرفض ودعم الطلب المحلي يضاف إلى ذلك السياسات الاقتصادية الخاطئة كلها وغيرها أدت إلى تحويل دفة السوق إلى المنتجات المستوردة المفروض من الحكومة أن تغرق الحدود أيام نزول حاصل الفلاح على أقل تقدير من ينزل حاصل الفلاح تسد الحدود المستوردة كسر للفلاح كسر يعني إذا هو يجيبهم مالاته ينبعن بيجون المرد المستوردة بخمسمية هنا مالاته حتى بربع محد يشترين من عنده فإذن هو انكسر كسر الفلاح وبحسب المؤسسة العراقية للتنمية والتطوير فإن الأراضي الصالحة للزراع في العراق بعد العام 2003 لا تتعدى 11.5 مليون هكتار أما الأراضي المزروعة فعلا فلا تتجاوز الخمسة ملايين ونصف مليون هكتار رغم توفر المقدرة المالية واليد العاملة والمصادر المائية التي تشكل ربع كمية المياه المتاحة في العالم العربي مهتمون بالشأن الزراعي يقولون أن عدم احتضان الدولة للفلاح وقلة التخصيصات المالية تسببت في تعطيل عمل الجمعيات الفلاحية الفلاح حتى ما عنده دعم من الحكومة لا كمياوي ولا أسمد ولا غاز ولا أشكال الفلاح العراقي اليوم يعاني من أهمال حكومي كبير للجانب الزراعي إضافة إلى أهمال في قطاعات أخرى تؤثر سلبا على منتوجه الزراعي كقطاع الكهرباء معانا تيعاني من كل شيء يعاني يريد كبياوي يريد كهرباء يريد مبيدات يريد بذور يريد صناديق كل شيء يعاني منها والفلاح ما أكل فهل سيعود العراق كما كان يوما ما أرضا للسواد مع وجود حكومات لم تلتفت إلى هذا الجانب الحيوي؟ سؤال يعرف كثير من العراقيين الإجابة علي ترجمة نانسي قنقر